وازدرت مجموعة الصين العالم تعريقا تحت عنوان الاقتصاد الجديد يخلق فرصا جديدة لتعمية الصينية قالت فيه انه تم تشغيل اكثر من 400 الف محطة سياسية للجيل الخامس في الصين حتى نهاية يونيو الماضي ومن البقعية ان تتجاوز 6 الف بنهاية العام الجاري وهذه المحطات المتزايدة تعد صورة مصغرة للدفعة الكبيرة من مشروعات البنية التعاطية الجديدة التي تعتبر منشآت اساسية تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا وتدناول الاتصالات والكارباء والمواصلات والمجالات الرقمية وايرها من القطاعات المهمة المتعلقة بتتول الاجتماعي ومعيشة الشعب وقد ثرى الاقتصاد الجديد الذي يمثله الاقتصاد الرقمي مرونة وحيوية كبيرتين خلال فترة الوباء وبفضل التكنولوجيا الرقمية مثل الانترنت شاهدت الكثير من الاشكال الصناعية على الانترنت نموا سريعا حيث ازدادت حاجة مختلف القطاعات الى منشآت الاتصال الاساسية في الذل التعامق الاندماج مع التكنولوجيا الرقمية ان عام 2020 هو العام الاخير في الخطة الخمسية الثالثة عشر للتنمية الصينية وخلال السنوات الخمس المقبلة ستدخل الصين فترة لتنمية جديدة ولا شك في ان تطوير الاقتصاد الجديد الذي يمثله الاقتصاد الرقمي سيقدم قوة دافعة ومتواصلة لتعديف سلسلة للصناعات الاساسينية وما سيساعد بدوره على اصلاح تساسل الصناعة وتوريد العالمية ويضيء الطريق امام الاقتصاد العالمي المتأزم حاليا اشتركوا في القناة